ايه سلاماتيا حلوين اليوم حنحكي عن الافعال الافعال متله متل اللغة العربية هلي هي الـ action words هلي هو عم تقومي بالعمل بفعل ما think فعل think th من اولى think اعتقد drink يشرب listen to يستمع الى listen لاحظوا هون في حرف t حطو لكم اياه بلون تاني بشان تنتبهولو لا خليني يغير اللون بشكل انه يكون واضح اكتر عملو ازرق فاتح listen في حرف t تكتب ولا تلفظ listen listen يستمع listen to نستمع الى talk talk كمان في حرف الـ l ما منقولها كتير هي متل ملغومة بتكون ظاهرة بالحكي بس متل مدغومة متل عنا لما بيقولوا مدغوم مدغومة الحرف مدغوم الحرف talk talk see ينظر see ينظر تمام فعل ينظر او يرى think drink listen to talk see نجي بقى كيف من ركب الجملة مع الفعل بلشنا بالضمائر are you we they انا هدول بنا نحفظون I انا you انت او انتي او انتم او انتنا we نحن they hum I think you are funny انا اعتقد انك funny مضحك I think اعتقد انك مضحك you drink water انت تشرب الماء we listen to music نحن نستمع الى الموسيقى music they talk to my friend هم تحدثوا الى صديقي او I talk to my friend you talk to my friend we talk to ما بتصير we talk to my friend they talk to my friend we talk to our friend they see a beautiful bird عم يشوفو طائر جميل beautiful bird نجي للشخص التالت دائما الشخص التالت له مكانة خاصة باللغة الانجليزية مع he وال she وال it من من ضيف s بآخر الفعل صارت he thinks you are funny هو يعتقد أنك funny he drinks water هو يشرب الماء he listens to music هو يستمع إلى الموسيقى he talks to my friend هو تكلم مع صديقي he sees a beautiful bird هو يرى طائر جميل نفس الشي للشي ونفس الشي لل it she يعني هي she هي وإلنا it لغير العاقل قط كلب حيوان جماد طاولة مدينة سهل جبل أي شي غير عاقل من إله it المبدأ بسيط الشخص الثالث دائما كنت تحفظوا في شي اسمه الشخص الثالث اللي هو الهي والشي وال it هدول يسمون شخص الثالث دائما إلن شغلة خاصة فيهم بالأفعال منضيف الاس بنهاية الفعل he thinks he drinks he listens to he talks he sees والجملة كلا متل ما هي ما بتتغير أوكي هذا هو درسنا لليوم طبعا هذا بزمن المدارع البسيط I go حشوف أول مثال I go to school every day أنا أذهب إلى المدرسة كل يوم I go to school every day لون تلكون الأفعال بالأحمر أذهب go he eats pizza in the restaurant يمكن restaurant كلمة جديدة restaurant مطعم restaurant restaurant مطعم he eats he eats pizza in the restaurant هو هو يأكل pizza في المطعم he eats لاحظوا ضفنا ال-S لأنه في he John eats pizza in the restaurant my my brother eats pizza in the restaurant my mother eats pizza in the restaurant تمام they play baseball on Friday play يلاعب احتمول بحرف P احتمول بحرف ذ والTH they play baseball on Friday هم يلاعبون ال-Baseball في يوم الجمع on Friday في يوم الجمع they play baseball on Friday you read books very fast انت تقرأ الكتب بسرعة كبيرة very fast كبير you انت read يقرأ books كتب very fast fast سريع very fast بسرعة كبيرة my dog eats a lot of food kelby my dog kelby eats ضفna ال-S a lot of food الكتير من الطعم the birds birds طيور they birds طيور جمع fly in the sky الطيور تطير في السماء fly يطير in the sky في السماء ليش ما حطينا هون ال-S لأنه birds جمع مو شخص تالت they هم الطيور اوكي هذا هون درسنا تعلمنا اذا فعل ما بتعرفو حاولوا هلأ تتعلمو think drink listen talk see go eat play read fly هدو الأفعال اللي تعلمناها اليوم نجي للوظيفة الوظيفة حتكون بتكون تختاروا الفعل المناسب بتكون تكتبوا أنا واحد من بين عطون لازم أنا أكتبو هون he هو think ولا thinks english is fun هو يعتقد أنه اللغة الإنجليزية is fun ممتعة I go ولا goes to the park every day أنا أذهب إلى ال park إلى الحديقة every day كل يوم they listen ولا listens to music every day هم يستمعون إلى الموسيقى كل يوم she هي eat ولا eats breakfast in the morning هي بتاكل واجبت الأفطار في الصباح نلحط eat ولا eats I think ولا I thinks you are funny أنت مضحك دمك خفيف they talk ولا talks to my friend هم تحدثوا إلى صديقي my friend صديقي my cat قطتي my cat my friend my cat قطتي eat ولا eats a lot of food تأكل كتير من الطعام the brown dog الكلب البني brown dog الكلب اللي لونه بني شو عميل bite ولا bite the small cat عد القطة الصغيرة bite okay يعض أو يلدغ كمان بتجيب معنا اذا انا موسي لدغتك بتقول bite واذا كلب عض بيقول عض bite bite والا بيت the small cat david and i david و انا play ولا plays in the park في الحديقة نلعب في الحديقة my brother اخي go ولا goes يذهب to school every morning at seven o'clock my brother اخي يذهب الى المدرسة كل صباح في الساعة السابعة my brother go ولا goes to school every morning at seven o'clock من اول seven o'clock يعني الساعة السابعة ما بيكتبوا clock بس لازم نقول seven o'clock اوكي لهون بنتهي الدرس بدي يكن تختاروا الفعل المناسب وتقروا كل الوظيفة تمام يلا لهون موفقين سلامات